أوضح الناتق باسم خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين للوقاية من كورونا جمال عقابة أن جميع الجهات المختصة استنفرت جهودها لتنفيذ قرار حظر التجوال الصحي بهدف ضمان سلامة المواطنين من هذا الوباء مشيرا إلى أن القرار أخذ بالحسبان حاجة المواطنين وتأمين تسهيل تسويق الحبوب إلى السيلوات تطبيق الحظر حسب ما صدرت ليت البارح من قرارات من خلية الأزمة الرئيسية في بغداد وصلاح الدين حقيقة للقوات الأمنية والتعاون مع الشرطة المجتمعية ومع رجال الإعلام يقومون الآن بدورهم توعوي من خلال داخل السيطرات كيفية ارتداء المواطن الكمامة والكفوف واتخاذ الإجراءات الصحية الموجودة في عموم العراق والذي تجنبنا من هذا الوباء هذا الوباء حقيقة بدأ ينتشر في بغداد وبالتالي انعكس سلبا على المحافظات المجاورة لبغداد صلاح الدين هي أيضا ضمن المحافظات المحاددة لبغداد وممكن أن تصل إلينا الإصابة هذه الإجراءات حقيقة قد تكون بها نوع من المضايقة للمواطن لكن هي صب مصلحة الناس والمواطنين بعموم المحافظة وهي الحفاظ عليهم من خلال عدم وصول الوباء إلى أقضية نواحي المحافظة ما يخص الإجراءات التي اتخذت في السيطرات الخارجية أيضا حقيقة اتخذت عدة إجراءات عدم دخول الوافدين أيضا حسب توجيه سيد المحافظ وأنا اليوم ومعايا المقدم عدنان الشرطة المجتمعية هذه البوسترات توزع على السيارات السواقين الموجودين من أجل التوعية استخدام حقيقة الإجراءات الصحية والوقائية من عدم الإصابة وبالتالي كل هذه الأمور حقيقة بالتعاون الجهاز الأمني والصحي والخدمي وحسب توجيه دولة رئيس المزراء التي البارحة أن يكون دور الإعلام والشرطة المجتمعية وبالتعاون مع الجهاز الأمني والصحي من أجل توعية المواطن صلاحة دي لديها حد هذه اللحظة 21 إصابة ويعني البارحة عدنا إصابة تماثلة الشفاء تسع حالات هي غادرة المستشفى لدينا 11 إصابة موجودة في راقدة تحت العلاج من المحتمل اليوم أو غدا سوف تغادر يعني تتماثل الشفاء نخسر من تلك الإصابات بناء على تقارير الطبية الموجودة والاتصالات اليومية مع الطباء حالتهم بدأت تتحسن تأمل أن تكون إجراءات التطبيق الحضر بشكل جيد الإجراءات حقيقة أو التعليمات التي صدرت هي نفس التعليمات الفئات المسموحة لها تزاوي العمل هي المخابز والأفران والصيدليات ومحل الخضر والفواكه والأسواق وما يخص البضاعة الأخرى التي تدخل في قوت المواطن ما يخص الحبوب سائلوات تعمل الآن والفلاح بيمكانها أن يوصل محصولها إلى السوق شرط أن يكمل ويرجع يعني إدارة المحافظة وإدارة الحكومة تسعى إلى عدم خلق أزمة أو شحة في الأسواق بالتالي تعمل جميع الفئات التي ذكرتها بالتناوب والتناغم مع الجهاز الأمني الموجود